في الذكرى الثالثة عشر لرحيل زعيم الفلسطيني ياسر عرفات أبو عمار تسود الشعب حالة من الحزن المصحوبة بالذكريات لفقدان الأب الروحي ورمز القضية الفلسطينية على مر التاريخ ولد عرفات في القدس سنة 1929 وطلق تعليمه في القاهرة وفي السن السبعة عشر قرر الدراسة في الخارج فالتحق بكلية الهندسة المعمارية في جامعة القاهرة وانخرط في شبابه في الحركة الوطنية من خلال الانضمام إلى اتحاد الطلاب وبعدها ذهب إلى فلسطين مع غيره من العرب وسعى الانضمام إلى الجيوش العربية المحاربة لإسرائيل وحارب مع الفدائيين الفلسطينيين ولكنه لم ينضم رسمياً لأي منظمة وفي عام 1956 اشترك إلى جانب الجيش المصري ضد العدوان الثلاثي وكان يعتبر الرئيس الراحل أبو عمار رمز وقدوة للمناضلين الذين عانوا من قسوة ومرارة الاحتلال وللكوفية التي كان يرتديها عرفات دائماً سر لتعريف العالم بأكمله ما هي فقد اقترنت بالنضال الوطني الفلسطيني وشكلت رمزاً واطنياً ونضالياً فلسطينياً عرفاً في كافة بلدان العالم وخاصةً مع طريقة ارتدائها للشهيد الراحل التي ترمز إلى خارطة فلسطين التاريخية وعرفا عرفات بأقواله الخالدة من بينها ليس المهم الكرامة الشخصية بل المهم كرامة الوطن والقضية صعد الشهيد عرفات إلى منصة الأمم المتحدة في زيه العسكري وقال بغصن الزيتون في يدي جئت إليكم وأنا أحمل غصن زيتون في يدي وفي اليد الأخرى أحمل بندقية الثائر فلا تسقط غصن الزيتون من يدي كلمات خالدة لن تنسى خرجت من فم زعيم ومناضل عربي يستذكره التاريخ دائماً وأبداً بالشجاعة والفناء في سبيل قضيته التاريخ سيذكر حياته بالكفاح المستمر وسيذكر أيضاً رحيله وتبقى ذكرى عرفات بعقلاً وقلباً لن يغيبه أحد عن مشهد الحضور فهو له حصة في كل بيت وكما قال محمود درويش في كل واحد منا ذكرى شخصية منه وعناق وقبلة لفضائية النجاح مرحل عبوه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر